مواجهة الأمير عبدالقاد للفرنسيين بمستغانا في السابي والعشرون جولي 1833 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مواجهة الأمير للفرنسيين بمستغانا في السابي والعشرون جولي 1833 ميلادي ألف استعدادات الأمير والجنرال ديميشيل للمعركة بينما ظهر الأمير عبدالقادر مع بعض فرقه العسكرية أمام تلمسان حيث طلب من بنون الاعتراب بسلطته كانت ستا قطع بحرية تنزل عند الساعة الخامسة من صباح الخامس والعشرون جوليو في مرفأة دجاج بالقرب من المرطع قوة فرنسية تتألف من 1400 مطاتل ومدفعية ميدان وفي ليل السادس والعشرون والسابي والعشرون جوليو تابعت سيرها نحو مستغانا للتماطس حاميتها ومساندة وحدات الجنرال ديميشيل في المطاطع الغربية ثم عاد الأمير عبدالقادر يوجه نظره نحو الفرنسيين ونحو ساحل البلاد إلى مستغانا التي تحيط بها غابات كثيفة وكان يحكمها التوطي إبراهيم وكان تابعا للسلطة الفرنسية وتجمع قوات الأمير طرب بلدة ميسي تارين جنوبي غربي مستغانا تنتظر طدوم الفرنسيين بين البساتين المحيطة بالطرقات المؤدية إلى هذه المدينة با ساحة المعرة وفي السابع والعشرون جوليا دخل حاتم مطاطعة وهران البساتين مع قواته تمتانا متوقعا فإن قضى عليها الجزاريون الذين اختفوا وتفرقوا بين الأشجار إطرى شدة المدافع وقوة نيرانها وكان الدخول العدو إليها فزاد في ترميم صورها وبالغ في تحصينها بعد أن تقدم السلطانة وأهالي ميتامور طالبين الحماية خوفا من هجوم تشنه عليهم عناصر الأمير واستقبلهم القاضي إبراهيم والزعماء بلدتين ميسي تارين وميسي غارين مستسلمين لإرادة الجنرال ديميشيل وبديله العقيد دوباري منفلدين أوامر ضباطه وخرج منها جمغافر ولحقوا بالمدن الداخلية منها تلمسان ولما عوزت المجاهدين الوسائل لارتحام صوارها وحصونها راحوا يعملون لهدمها بالمعاول لكن لم ينجحوا نتيجة للمدفعية التي كانت تقف حائطا أمام تقدمهم فأرادوا حفر نفر تحت الأرض إلى الصور وملأه ببارود وأضرموا فيه نارا أحدثت فيه ثغرة صغيرة غير تافية لارتحام المدينة منه فأرادوا الاستيلاء من جهات البحر على المراقب الراصية بالميناء ولكن حامية المدينة أفشلت مخططهم بتحويل فوهات المدافع في اتجاه الميناء فأطرر الأمير في الخامس أوتر رجوع إلى ماستر نتائج المعارضة خسر الأمير عشرون متاتلا من بينهم محمد بن تازير من الغرابة وعبدالقادر الولد محي الدين طاظي من أولاد سليمان وابن عم مصطفى بن إسماعيل أما خسائل فرنسيين فتانت أربعة عشر قتيلا ورغم فشل الأمير في الصموتي وجه الجيش الفرنسي المنتصر لكن ذلك تزاده إيمانا بمتابعة الحرب ليؤسس دولة في غربي الجزائر وإخضاع كل أنحاء البلاد تما بدأت مشتلة تموين قوادي ميشيل تتأزم وطلب من القبائل المجاورة إمداد فرقه بالمؤن والعلف مطابر حياتهم وجنيهم الأرباح من تجارتهم معه بن نونا من أعيان حضر مدينة تلمسان تانى صاحب تجارة توفي بعد معارضة إيسلي التي جرت في سنة 1844 ميلادي بالمغرب الأرصى استنتاج تانت لهذه المعارض إيجابيات منها حصار القوات الفرنسية وخنط حاميتها بوهران ولكن لو لا تعاون بعض القبائل وتمويلها لهذه القوات لتانت نتائج هذه الحروب على العدو وخيمة تم أن الأمير أدرك بعد عرض الجنرال دي ميشيل عليه الهدنة أن هذا في صالحه أيضا لإعادة تنظيم أموره اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد